سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإسبوعي التواصل حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيها عن التواصل الأسري أو بمعنى أصح الأفراد الموجودين في أسرة واحدة إزاي بيتم التواصل بينهم من خلال علاقات سوية وأول شيء هنمسكه في التواصل هو الحوار الأسرة الأسرة بتحوي أفراد تعالوا كده نمسك الأب الأم اللي هم بنفس الصفة الزوج والزوجة والأولاد بيت عندنا علاقات متعددة العلاقة الأولى ما بين زوج وزوجة دي علاقة رقم واحد العلاقة الثانية ما بين علاقة أبوية ما بين الأب للأولاد والعلاقة الثالثة علاقة أمومة من الأم للأطفال وهناك علاقة بنوة من الأبناء للأب والأم وهناك علاقة أخوة بين الإخوة وبعضهم البعض كام علاقة؟ حد التفت لفكرة أن توجد العلاقات دي كلها داخل الأسرة وإن العلاقات دي لابد لها من إدارة حتى يستطيع كل طرف أن يعبر بشكل سوي فيه صراحة وصدق وأريحية وأمان ما بين أطراف هذه الأسرة تحدث حتى أعرفك قاعدة عامة لابد لنا من أن نحاول أن نطبقها في بيوتنا الناس مختلفين عن بعض الناس عندهم طبائع مختلفة عندهم ميول مختلفة الناس عندهم احتياجات مختلفة عندنا مشاعر مختلفة طرق تعبير مختلفة عن المشاعر دي حتى تعبرنا عن الحب حتى طريق تعبيري عن الغضب طريق تعبيري عن الحزن كل طبع من الطباع ما هو إلا يعبر عن بصمة بصمة إدينة دي بصمة لا تتكرر لا يوجد مثلها في الكون أيها الإنسان أنت خليفة الله في الأرض والله لا يعجز حتى يكرر الله لا يكرر فأنت فريد أنت فريد بكونك لم يأتي نسخة مثلك من قبل ولن تأتي نسخة بعدك من بعد فاحرص أن تكون النسخة التي تظهر بها أمام العالم يوم الدين من لدن آدم إلى يوم البعض أن تكون نسخة حقيقية تتشرف بها أن تقف أمام الله سبحانه وتعالى وتتشرف بها أن تقف بها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يفخر بك في هذا اليوم العظيم الأسرة قلنا قبل كده أن فكرة الأسرة ما هي إلا عبارة عن أفراد يأسر بعضهم البعض ويأسر جاية من كلمة الأسير أي بإرادتك أو من غير إرادتك إحنا مرتبطين ببعض ولذلك كانت تشديد على ربط الأسرة بالرحم التي هي متمسكة حتى يوم الدين بعرش الرحمن فمن وصل تلك الرحم وصله الله ومن قطع تلك الرحم قطعه الله وهذا هو لطف الله بالرحم التي تمسكت بعرشه لكي تطلب منه الأمان من أن يقطعها البشر داخل الكوكب الأرضي فكان لها وإرضاء لها أن من وصلك سأوصله ومن قطعك سأقطعه الحوار إذا كان هو البداية في التعبير عن مكنوناتي وعن طبائعي فإن الله خلق لذلك الحوار لسان واحد وخلق لنا أذنان وخلق الأذنان حتى نستطيع أن نسمع أكثر مما نتحدث الحوار من أهم الوسائل ولكنه يختلف عن فكرة المناوشة الكلامية عن فكرة التراشق بالكلام وكسر القلوب وكسر الخواطر تحت بند حقي وحقك أحيانا جلب الود وجلب القلوب أولى من جلب الحقوق أحيانا جلب القلوب أولى من جلب الحقوق الهدف من الحوار الحوار اللي إحنا بنديره بيننا وبين بعضنا الهدف منه مراجعة الكلام اللي خارج مني للطرف اللي أدامي وهو في نفس الوقت بيسمع الكلام مني بحيث أنه يستوعب ماذا أقول وهنا لابد أن نشدد على أمرين يختلف فيهم الحوار عن الجدل أو الجدل السيء وليس الجدل بالتي هي أحسن لأنه إحنا عندنا فيه جدل بالتي هي أحسن كلام رايح جاي وقل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن يأي أن التعبير الذي تعبر به لابد وكأنك تنتقي الكلمات حسن كده عندنا حاجتين لازم نأكد عليهم أثناء ما أنا بتكلم مع أي حد وخاصة قلنا أفراد الأسرة لأن خيركم زي ما ذكرنا سابقا خيركم لأهلي الميزان عند الله في الخيرية هي أن أكون خيرا في أهلي مش برة أكون كويس وبتعامل كويس والناس كلها بتقول الله ده فلان كذا وكذا وكذا ثم يقع تحت طائلة دعاء أمه أو أخيه أو أخته لا خير في ذلك أبدا من أهم النؤط اللي احنا قلنا فيها هنرعيها في الحوار عشان يختلف يكون حوار راقي ويختلف عن باقي أنواع الكلام أو التراشق أو القتال الكلامي نقطتين مهمين جدا أول حاجة أنك تحرص أن تقنع بفكرتك هذا الاعتبار خاطر يعني إيه يعني ما تكونش بو أنت بتتكلم مع حد كل همك أن أنت تقنعه بوجهة نظرك أو زي ما بيقول كده أنت عايز تاخد الحوار في سكتك هذا الأمر لا يجوز بمعنى بتكون فيه نسبة وده طبيعي من طبيعة البشر لكن الهدف الأول هو التعلم يعني إيه التعلم؟ يعني أنا ما بسمعك بفهم كل كلمة أنت بتقولها فبتعلم منك حاجة بتنور لي حاجة وإما تسكت وأنا أتكلم بنور حاجة بتتعلمها عني يبقى بتعلم منك حاجة بتنور لي حاجة وإما بكلمك بنور جزء عنك لأن الهدف الثاني من الحوار هو الوعي بالعلاقة نفسها والوعي بالموضوع نفسه يعني إيه؟ يعني العلاقة أما بتكون بين الأفراد هي أهم تكون العلاقة تكون صحية وجميلة وفيه يعني القلوب متجمعة مع بعضها هو أهم بكثير من أني أقول لأ دا كان لازم كذا ولأ دا كان لازم كذا وأنا حصل معايا كذا وإنت ما كانش المفروض أن أنت تعمل كذا فالفكرة أن أنا أعي أن العلاقة مهما يحدث أهم من الأنا الخاصة بالأفراد طيب نيجي نتكلم بقى الموضوع دا لو حبينا نحن نعمله تفصيل بنقول بنيجي منين فكرة أني أنا بابقى حريس أوي أني أنا أتكلم كتير يعني كان يقول أحد العلماء نحن نجد الآن أذنا واحدة وألسنة كثيرة طيب منين جيه الموضوع دا الناس بتحب أنها تتكلم كتير أو أنها تعبر كتير بالكلام بتاعها قد يقال أن هو بفكرة الموروث النفسي أن يكون فكرة أن اللي بيتحدث هو الأقوى ولكن الأطروحة الإسلامية وغير الإسلامية في من العوالم الناضجة الراقية أن المستمع هو له يد القوة أن المستمع هو صاحب القوة لأن المستمع هو الذي يستطيع أن يصل إليه التغيير ويستطيع أن يطور في شخصيته مما يتعلمه من الآخر ولا تقف ما ليس لك به علم أما تيجي قدام حاجة وانت بتتحاور فيها ليس لك فيها أي علم فلترفع القبعة وليتقدم صاحب العلم هذا المكان هو الأولى من أعلم مني لابد أن يتقدم مهما صغر اسمه صغر سنه أو مهما كان في وضع يخالف الطبيعة اللي أنا شايف معقولة ابني هو اللي هيعلمني بقى أنت اللي هتعلمني إزاي أعدل في بيتي بقى أنت اللي هتعلمني إزاي أحكم بقى أنت اللي هتعلمني إزاي هشوف أمور البيت هو أنت اللي هتصلح علي هو أنت اللي هتمشيني إزاي أنت 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 وهذه الفوقية إذا ارتبطت بصاحب سلطة ما أدرك الله والأب والأم والمعلم يمتلكون السلطة فمن باب أولى قبل أن توقع الخطأ على من هو أمامك أو قبل أن تثأر لنفسك فلتعلم كيف تعطي القيمة خاصة لمن هم دونك في السن وخاصة إذا تعلم منك ورأى فيك صبرا تصبر وتعلم الصبر على غيره وإذا رأى فيك الحلم تحلم وتعلم الحلم على غيره وإذا رأى فيك الكرم تكرم وأصبح كريما مع غيرك إذن هل هذا أم في هذا الوقت نقول إذا فعل ما دوني سواء زوجي ما دوني وأقصد بها ليس السنة فقط المسؤول عنه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالأب راعي والأم راعية ومسؤول عن رعيتهم فإذا كانت الزوجة أو لقيت الولد أو لقيت البنت كل ما هو دونك أو تحت يدك في المسؤولية وجهت إليه اللوم ووجهت إليه الشدة وجهت إليه القسوة والعقاب قبل أن توجه الرحمة فماذا سيصنع بك غدا تحت أي بند إذا كنت تقول تحت بند التأديب تحت بند الاحترام تحت أي بند تريده ماذا تنتظر منه غدا في أحد البيوت استخدم أب قوته على ابنه قبل أن يعلمه ما الصواب وما الخطأ قام بضربه فذهب الطفل إلى أمه قائلا لقد استخدم قوته علي يا أمي لقد استخدم قوته علي يا أمي أدرك الطفل أن صاحب الأمر الأب استخدم تلقى القوة ضد ابنه عمدا علم الطفل بفترته السوية أن الأب لم يعالج الموقف وهنا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول العقاب قبل أن تبين ما الموقف وتسمع من أمامك وتتحاور معه وتعلم ما السبب في فعلاته وما المراد منه فإن كانت النية أو الإرادة خيرا وخانه الأسلوب فيتعلم ما معنى هذا أو كيف نصعد من هذا الأمر إلى غيره وكيف يستطيع في مرة أخرى أن نعبر بشكل أفضل أو نستطيع في مرة أخرى أن نوقف الحوار حتى لا يغضب بعضنا على بعض فإن جمع القلوب أولى من تنافرها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عمر بن الخطاب وكان يمثل في هذا الوقت رئاسة الدولة أرضاه وعلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كان يقعد مقام الرئيس كان يقعد ومن حوله عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاس ما أعظم من هم حوله من الصحابة ثم كان يتحدث في المهور المهر اللي بيتقدم للبنت فقال كان الوقت ده وجد إن المهور كانت أصبحت غالية وكانت بدأت تبقى إيه يعني فوق طاقة المطلوب يعني فقال إن هو نحدد بسيط بسيط كده إحنا هنحدد المهور بحيث إنها تكون بتمن بشكل معين فمن آخر صفوف جاءت امرأة وبمنتها القوة وثقة وقد ظلمها التاريخ إذ لم يذكر اسمها في وسط هؤلاء العظماء فقالت له يا عمر لا يحق لك أن تحدد المهور وقد قال الله سبحانه وتعالى وَإِنْ أَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فلا تأخذوا منه شيئا يا عمر هي بتقول لي يا عمر هي ما قالت ليش حضرتك هي بتكلم القائم على الأمور كلها والذي يزن الأمور وبتقول له يا عمر لا ومش يا عمر وبس لا دي بتقول له إيه كمان لا يحق لك لا يحق لك اللفظ في التاريخ لا يحق لك بتقول له لا يحق لك يعني مش من حقك تخيلوا تخيل أما طفل يقول لأبيه أو أمه أو طالب يقول لمعلمه لا يحق لك يا فلان لا يحق لك أن أنت تعمل كذا فبناءً علي عمر وسيدي عمر رضي الله عنه وأرضاه وقف وقفة ولم يتحدث وتأمل في الكلام الذي أتى إليه ثم قال صدقت امرأة وأخطأ عمر أخطأ في أنه الفكرة هو ناقش الفكرة سيدنا عمر رضي الله عن أبعد السلوك عن الفكرة سيدنا عمر رضي الله عن ناقش فكرة بفكرة مقابلة الهدف وراعة اللي إحنا النقطة التانية اللي إحنا قلناها كان عنده الوعي بالعلاقة وبالموضوع أولى أولى من أنه هو يتحدث عن نفسه أو أنه هو يا خبر ابيض ده أنا أحركت قدام كل الصحابة دول أنا أحركت قدام الناس دول كلهم سيدنا عمر بن الخطاب راعى أن الحق هو الأولى أن يتقدم مهما كان الثمن أصابت امرأة وأخطأ عمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نغلق باب الحوار أبدا لا نغلق الحوار أبدا ولا نأخذه على ذواتنا المسألة يا سادة ليست مسألة شخصية المسألة ما هي إلا عبارة عن أفكار تقابل أفكار أخرى ولمقابلة تلك الفكرة نخرج فاصل ونرجع تاني إن شاء الله ونرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء من خلال الحوار النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه شاب شاب فتى مش كبير على فكرة يعني ممكن نحن نحسب كده لو قلنا دخل علي ابني سنه ستاشر سبعتاشر تمنتاشر أو من أربعتاشر حتى ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في وسط الصحابة في مجلس عظيم وقال له يا رسول الله ائذن لي بالزنا بالزنا يا خبر بيض يعني إحنا كده لو قلناها بالعام زي ما موجود عندنا تخيل إن واحد دخل على بابا وبيقوله كلمة زي كده مش هقولك بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بمقامه بمقامه مقام النبوة ومقامه مقام إن هو رئيس الناس دي كلها ومقامه يعني كمؤمن ومقامه مقامه بقى في حاجات كتير صلى الله عليه وسلم وبين مقامات الصحابة الكرام ائذن لي بالزنا تخيل واحدة راحة لزوجها على نفسه عشان خطر أقرب الصورة للمشاهدين واحدة راحة لزوجها وقالت له لا يعني أنا حسب بأحاسي استجاه شخص آخر وده زوجها فأنا بحاول إن أنا أقرب أدقي الشعور بالغضب لإن مش هيكون أكتر من شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغضب من اختراق حد من حدود الله لإنها من الكبائر فلا يمكن هتكون أكتر من كده فدخل عليه وقال له إذن لي بالزنا فطبعا الصحابة بدأوا بدأوا يتشوفوا وشوش الضجر ده هينشر بقى الفكرة ده يعني ده الأولى إن ده يعني نقفل عليه بسرعة نزعقله بسرعة نعقبه بسرعة نطرده من المكان بسرعة علشان خطر إيه ماينفعش ده كده هينشر لنا الفكرة وهيعمل عدوى سلوكية لباقي أفراد الصحاب يعني إن صح التعبير بالقول العالمي يعني لكن فهما بعد أما قاموا غضبانين فراح بعض القوم قال إيه ما ما يعني اسكت 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 ما تتكلمش فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادنوا مني تعالى قرب تخيل واحد بيقول حاجة بالعظم دي وبالشعور ده وهو قال له ادنوا مني الرب مني تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب القلب حتى يتسع فيفهم من أمامه فقال له أترضاه لأمك وبدأ بأعظم مقام عند الرجل الأم قال أترضاه لأمك قال له لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لبنتك لا والله يا رسول الله فداك جعلني الله فداك قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ثم عدد ما بين الأخت والعمة والخالة إلى أن قال ذلك كله ورفض الشاب بما ان تشعر الشعور ده خلاك تحس ان اللي قدامك واللي انت عايز ترتكب معاه المعصية دي ما هو الى ام وبنت واخت وعمة وخالة لناس تانيين فلا تقدم عليها بما انك ما ترضهاش لنفسك لا يؤمنوا احدكم حتى يحبوا لاخاه ما يحبوا لنفسه اذا كان الحوار اللي بيخرج منك وانت بتتكلم مع اهلك حوار تعلم انه لو وجه ليك من ندك اللي هو اللي زيك او من اللي اكبر منك او اصغر منك يؤلمك فلا تقله فلتقل خيرا وان لم تستطع ان تقل خيرا فلتصمت الصمت الصمت في حالة الغضب الصمت في حالة ان ما عندي ليس خير والمفروض انه لا يعاتب الصامت على صمته ولكن في هذه الايام نجد من يسيء فهم الصمت ويوجهه وجهة ليس بوجهتها اما تفتح باب الحوار بتتعرف على احوال اللي قدامك بتعرف ابنك بيفكر ازاي بتعرف تأمن نفسك من المفاجآت اللي بتحصل التربية ما هي الا تفاعل يحدث مع بعض البعض والامان في التفاعل ده واللي بيوضح لي ايه اللي بيحصل هو طريقة الحوار اللي بتحصل بيني وبين افراد اسرتي بمثال بسيط جدا الملح لونه ابيض وليه طبيعة كيميائية احنا عارفينه والمية لها طبيعتها الكيميائية برضو اللي هي معروفة في الكون اذا اندمج الملح وبقى مع المية ودوبناه تتغير الخصائص بتاعتهم هم اللي اتنين زوابانا في بعض بيتغير الهيئة بتاعتهم فيديني الماء بيتحول الى مالح والملح نفسه ما بتشوفوش بالعين يتحول الى الاختفاء فاذا كان مواد الكون اما بتتفاعل مع بعضها بتنتج شيء جديد يبقى ازاي الحوار ما يدينيش حاجة جديدة تخليني اغير في شخصيتي تخليني اطور في شخصيتي ليس الهدف التراشق فيما بيننا ليس الهدف ان اعلي صوتي عليك وان اقول انا المصح وانت المخطط طب يا سيدي انا المخطط اصلح ازاي الحلول ايه بننتقل الى الحلول من يوقف الحلول اذا فليراجع ايمانه اذا فليراجع عقله اذا فليراجع صلابته اذا فليراجع قسوته اذا فليراجع 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 الكثير هل تحب أن تقف هذا الموقف الذي تتصلب فيه مع زوجك ومع أولادك مع الله سبحانه وتعالى هل تحب أن يقف لك بالمرصاد هل يحب أن يتصيد لك الأخطاء والله لا يتصبح سبحانه حاشاه ولكنه يثبتها ولا يمسحها ولا يعفو عنها أبدا إذا أحببت ذلك لنفسك ففعله مع الآخرين إذا أحببت ذلك لنفسك ففعله مع أولى دائرة معك وهي دائرة الأسرة ولكن إذا وجدنا فكرة الحوار لابد لها من أسس وبداية الأسس بتاعتنا أول أساس هو الشورى الشورى؟ آه هو مش الشورى دي لها علاقة بالأنظمة الاقتصادية أو الأنظمة السياسية الشورى هي أولى أن تكون في البيوت وأمرهم شورى بينهم يعايزين نكون فكرة الشورى والمشاورة في الأمر ما هي إلا لايف ستايل كده موجود داخل البيت الكبير بياخد رأي الصغير والله عندي مشكلة كذا كذا في الشغل شايف يا ابني ممكن يكون حلها إيه؟ في حالة والله يا بنتي أنا حطيت كذا على كذا وعملت بيها كذا في الأكلة دي تفتكري لو حطنا إيه عليها يضيف عليها جمال أو يزيدها؟ الفترة اللي إحنا قعدناها في البيت الفترة اللي فاتت دي بتاعت الكورونا تفتكروا إيه الحاجات اللي إحنا تعلمناها في الفترة دي أو إن هي أضافت لإيه في شخصيتنا؟ طب إحنا فقدنا إيه محتاجين إن إحنا نرجعه مرة تانية؟ هناك فن الحوار هناك فن طرح الأسئلة فن أن أتعلم منك وفن أن تتعلم مني ويا بخطو اللي يتعلم يقعد بأذن المتعلم فعلا سبقا قد فاز من جلس أمام الآخر بأذن المتعلم عندنا جزء تاني في الاختلاف ما بين الرجل والمرأة في استقبال الأمور الراجل بيكون بيميل إلى العقلانية وليس عنده القدرة على التعبير بشكل كبير لم يتعلم لم يتعلم يعني أنا أظنه من وجهة نظر المتواضعة أنه يحتاج إلى ومن هو صغير كده اللي هو الرجل الصغير اللي عندنا أن يتعلم أن يستطيع أن يعبر عن انفعالاته من خوف من ألأ من تردد من حب ولذلك لأن المرأة هي عندها قدرة على التعبير أعلى ولكن هنجد أن التفسيرات في الحوار إذا ما تمش حوار ما بين طرفين الأسرة فهنلاقي أن الحوار ده بانقطاعه بتبدأ تخرج الظنون والمرأة تعاملها من الموضوع مع الموضوع ده أعلى بكتير جدا من الرجل لأن هي بتقعد تحط احتمالات وبجي لها تخيلات أن الموضوع وغالبا بتبقى الموضوع إلى الأسوأ بإزاي ما أصله هو ما بيكلمنيش أصله هو مش بيسمعني أصله هو مش بيفهمني وكذلك الأبناء يجوا أما يلاقوا الحوار ما فيش قدرة أن أنا أسمع اللي قدامي أو أن أنا أباني أن أنا مشغول وأنا بكلمه مفضلوش وهو بيتكلم كل دي من قواطع الحوار التي تفسد علينا الحوار فعلشان كده بنقدم احنا قلنا المبدأ الأولاني الشورى اللي بتكون أساس في البيوت داخل الأسرة الواحدة لنتلقى بها الحوار وقبل ما انتقل للنقطة الثانية اللي هي ما بعد الشورى في أساس الحوار هنلاقي إن في أساس رباني سبحانه وتعالى حطهن علشان خطر كده يكون أسلوب حياة في بيوتنا يقول الله سبحانه وتعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَّ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ هُمْ في الأمر نبدأ مع التفصيل البسيط للآية الكريمة فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَّ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ يعني الأسرة لازم تحتوي على رحمة في التعامل ما بيننا وبين بعض يصدق العقل والمنطق والحق وما إلى ذلك من الحاجات اللي هو ده يبقى لازم ده وده يبقى لازم ده في رحمة شعور الرحمة هو عبارة عن الزيت اللي بيمشي والتروس بتستطيع من خلاله إنها تسير فليه جينا لو قلنا إن الشورى دي وقول التي هي أحسن وعدم وجود الفض في الكلام لا يكون فضا غليظ القلب وهنا الفض غليظ القلب أي القاسي الذي يعبر بكلمات سيئة الذي يعبر بطريقة سيئة هذا كونه فض أي كونه شديد القسوة يعبر بكلمات وقد يقول تحت هذا البند أسأنا بتتكلم بصراحة إزاي يعني بتتكلم بصراحة؟ هل يعني إن الصراحة دي إن أنت تكسر بها قلوب الآخرين؟ بئسة الصراحة التي يكسر بها قلوب الآخرين بئسة تلك الصراحة أي صراحة في كسر قلوب قلب زوجتي؟ أي صراحة في كسر قلب زوجي؟ أي صراحة في كسر قلب أبنائي؟ ولا أستطيع أن أحمل نفس المعنى من الإبن إلى الأب لأن الإبن هو والبنت بتاخد من الأب والأم يعني ما أقدرش إن أنا زي ما قلت لكم إن أكلم الإبن وأقول عليه إن هو لابد أن يكون صبورا ولابد أن يكون حليما ولابد أن لا يغضب ولابد أن يكون عنده اتزان فعالي وأنا لم أصدر له هذا المعنى يعني كان في فيلم كده كنت سمعت يعني مقول ليه يعني واحد يعني إزاي يعني ما يبقى الأب والأم اللي اتنين سباب وتراشق بالكلام وتحت بقى يعني تحت بند إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء البذيء ده اللي هو يعني مجرد السب مجرد إن أنا مثلا لما يعدي علي ابني أو بنتي معلش مش لازم تعدي أعذروني صور الحيوانات صور تصويرية داخل المخ إن يا فلان يا كذا خير لك تكرمني لا فليما تضعني أرضا فزي بقول لكم كده واحد مصاحب كذا واحد مصاحب كذا عايزينه يطلع طيار استحالة لو نعرض فيه صورتين أستأذن حضركم إن إحنا نعرضهم بتوضح إزاي الأشكال دي أما بتكون موجودة بتعمل عدوة سلوكية بمجرد وجود المظهر معنا يعني إحنا معنا الصورة دي الأب والأم في المشادة دي الكلامية إن مصاحب يعني خلاص يعني كده فيه اتنين ده استحال يكون شكل حواري يعني ده شكل اتنين بيتراشقوا مع بعض بالكلام طالما إداني ريأكشن البنت بالشكل ده يعني وصلت لمرحلة خلاص ضغط إن هي هتحط إيديه على بدناها وحزن من الشكل الحواري بين الزوج والزوجة وده بينتقل طبيعي للطفل يعني لا إرادية في حاجة اسمها عندنا العدوة السلوكية اللي بمجرد أما لاقي الأب والأم بيتنقشوا وبيتحوروا بهذا الشكل من الأشكال طبيعي لا إرادية فيه عندنا خلايا تسمى شبه كده خلايا المراية بتعكس الأمر وابدأ أستخدمها على ما دوني من السن وكذلك الصورة دي خلاص هما هنا لو نلاحظ إن صورة البنت والابن هم قرروا الانفصال يعني الابن والبنت قرروا الانفصال عن هذا الألم خلاص مش داخلين ومش يعني لا نكترس لما تقومون من إيه من صخب وسبحان الله بنلاقي إن آية كريمة يعني تفصيل الصلاة لم يأتي في القرآن الكريم يعني أن تصلي أربع ركعات الظهر وتصلي الكلام ده ما جاش في القرآن الكريم لكن في تفصيلة قوية جدا جات في القرآن الكريم واغضض من صوتك يبقى في حالة الغضب أو ما دون الغضب أو التعامل عمتا مع أفراد أسرتي بنحاول قدر الإمكان أن نغضض من أصواتنا وفعلا أثبت العلماء فيما بعد أن علو الصوت يؤدي إلى اكتئاب فيما بعد سبحان من ذكر تفصيلة بسيطة جدا جدا لكن لها أثر كبير في حياتنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلبي لم فضوا من حولك لو بتفضل أن أنت تتراشق بالألفاظ أو أن أنت تأذيهم بالكلام أو أن أنت تحبط منهم مش شرط يكون الكلام بس مجرد أذى ممكن يكون أن أنا بأنزل بيه مستوى دونية أتجاهلوا أقصوا عليه كل الكلام ده أعتبر أسفه من رأيه كل ده ما هو إلا إيذاء لنفسية ابني اللي هو المفروض أنه يتدفى بي فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر اجعل العفو هو البداية واجعل غفرانك لهم هو البداية وكن دائما مشاورا لهم وأشوفكم إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله وإذا عدنا إلى المشاورة تلك المشاورة بتخلي الطفل بتخلي ابني ما هو إلا ندي والندية هنا مش معناه إن واحد واقف بيجادل في واحد تاني الندية هنا معناه إن أنا بديله مسئوليات بديله احترام بديله أمان نفسي بديله قوة إن هو يعرف يعبر عن رأيه إذا عجز منه الأسلوب فأعلمه برفق كيف يكون الأسلوب الصحيح النقطة التانية والأخيرة اللي معانا إن إحنا نتحدث بالتي هي أحسن وإن لي الحديث بالتي هي أحسن علشان خاطر الشيطان ما يدخلش وينزغ ما بين الناس لاستياضه لتلك الكلمات التي تؤثر في القلوب وتؤدي إلى كسرها دائما وأبدا حاولوا أن تجمعوا القلوب وحاولوا أن تتحدثوا إليها برفق حاول أن تظن ضمن الحسن قبل أن تسيء فهم الآخر القلوب محتاج دفع وإذا ذهب عنها هذا الدفع وجاء إلى قلوبنا البرد فأين لنا الغطاء اللي لم نجده من أهلنا نحو دفع في القلوب كنت معكم سار صلاح طبتم وطاب ممشاكم سلام الله عليكم رحمته وبركاته اشتركوا في القناة